وعلى فكرة الحاجات دي كلها غالباً بتكل إرادية أهلاً بكل أصدقائي وأجمل عيلة وأجمل ناس في الدنيا في صديقة لنا عالفيز بقالها فترة بتكلمني بتقولي أنا من المملكة العربية السعودية متطلقة وعايزة تجوز كلا حقك بس إيه دوري قالت لكل ما تعرف على حد أو حد يدخل يعني في تعارف معايا وحب ألا إيه عايز مني علاقة علاقة جنسية وخلاص بكون أنا تعلقت بكون أنا ضيعت وقت بكون أنا اتصدمت وأنا تعبت إديني نصيحة خاصة أن إحنا محجبات وكله مغطيين وما فيش حاجة بتبان مننا والموضوع في تحفظ وما بيبصوش أن المطلقة لها حق أن هي تتجوز خاصة أن هي في بداية الأربعينات ويمكن هي هتسمع الحلقة دي على الفيسبوك يعني أكيد أول ما تسمع هتعرف أن هي المقصودة فالحلقة عن الموضوع ده أنا كابنت دلوقتي عشان ما أضعش وقت وأتصدم وأتعلق بحد ما يستعيلش هل في علامات كده بالعيلة المجردة حتى أقدر من خلال أعرف أن الرجل أو الشاب ده عايز علاقة جنسية لأكثر ويفك علاقة جنسية لأكثر هي يعني صرف اللفظ ليلة وخلاص وانتهينا بعد كده آه فيه فيه مش علامة فيه خمس علامات معانا في حلقة النهاردة ركزوا معانا البنات بقى والنساء بشكل عام وهيفيدوك أوي ويرايحوك من الحيرة دي أوي بتعرف أنه هو بيبصلك بعين الشهوة بس ما فيش أي مشاعر يلا بينا وإحنا بنبتدي كده يا ريت بس الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب به واللي ما اشتركش يشترك عشان حلقتنا بعد كده ما تروحش عليه أول حاجة النظر لجسدك اللي بيحب الخلاصة هوت وفيه مشاعر الويش العيون هو ده مصدر تركيزه الأول اللي عايز علاقة اللي هو حب شهوة الجسد أكتر ما يشغله ولازم غصبا عنه حركات لا إرادية تيجي عيونه على جسمك انت كأنسة وده انت هتلاحظيه وما تعملش نفسك ما انتش واغدة بالك طيب هل فيه علامة تانية أو فيه علامة تانية الكلام عن جسمك كل ما تيجي الفرصة أو كل ما تيجي اللحظة أو الوقت المناسب تلاقيه يتعمد ان هو يتكلم عن جسدك ومفاتن جسدك وإزاي هو جميل وإزاي هو متناسق أكتر ما بيتكلم عن مشاعره أو عن مشاعرك أو عن شخصيتك أو عن طباعها يبقى دي تانية علامة تالت علامة ما بيغيرش مهما لبستي دايق مفيش مشكلة وعايز تفرج مفتوح مفيش مشكلة وتلاقيه كمان بيحسك ان انت وبيشجعك ان انت تلبسي اللبس ده وعايز يتفرج هي الموضوع يعني عايز يتفرج مش عايز حاجة تانية أكتر من كده ما وحنا بقى كأولسة هنجمع العلامات دي كلها في نهاية الحلقة ونشوف فلأنهم موجودين يبقى الشخص ده عايز ليه لو أول ما يطول اللي هو عايزه مش هتلاقيه هيعملك بلوكات ويقولك السلام ومهما تحاولي خلاص لأنه هو ده طبعه ويدور على غيرك هي حياته متبرمجة على كده عشانا برضو يعني شايف ان الحلقة دي مفيدة لو انتوا شايفينها مفيدة كالعدة بقول ندوس لايك ونشار على قد ما نقدر بس بس نفيد غيرنا نفيد غيرنا عشان نلاقي اللي يفيدنا هو ده طلب الوحيد العلامة القوية اللي بعد كده سعان العلاقات الجنسية كتير قوي كل ما تجي الفرصة أو ما تجيش يحاول هو يجي فرصة يحاول هو ينط للطريدة تلاقي محوض على الطريدة بيحب الكلام في المواضيع دي فانت ممكن تعمله تيست صغير يعني تبدأ ان انت مثلا ده لو انت حابة يعني وعايزة زيادة تأكيد تفتحي في اي موضوع مثلا من المواضيع دي لو لقتيه مستمتعوي وبيطول معاك قوي والدنيا تأكد لك قوي تلاقي حب الكلام في الحاجات دي قوي العلامة اللي بعد كده هو مش هيبص على جسدك انت بس على جسد اي واحدة ممكن تكون ملفتة اي علامات بقى انا كأنسة مش محتاجة لكون ذكية ولا نعود اعرفه شهور ولا سنين ده من بداية ما بنتعرف ومن بداية ما بيبدأ ان احنا نلتقي اي واحدة حلوة هتلاقي دماغه بتلف لا اراضي كده لا اراضي كده بتبص علي او بيبص من تحت لتحت كده هو كده ما يقدرش يتحكم ليه لانه هو ما اصلا اللي بيحب برضه هو بيشوف حبيبته ما فيش واحدة تانية اجمل ولا احسن ولا افتن منها انما اللي عايز علاقها وعايش شهور ما يعني هي اي واحدة حلوة عجباني اي واحدة حلوة عجباني فتلاقي كده اي واحدة معدية اي واحدة حتى لو صاحبتك وحلوة او فاتنة تلاقيه مركز كده من حين لحين اللي بيحب بقى لا يعني لو جابت الدنيا كلها هو حبيبته فقط هي اللي شغلاه عن الدنيا كله ودايما الشخص ده بيكون ده طبعه زي ما انا قلت بمعنى انه هو اول ما يطول الحاجة دي عشان برضه في بعض النساء تقول اطم ما انا ممكن اماين وكده ويتعلق بيا لا هو ده طبعه بياخد غرضه ويمشي شوف غيري هو حياته المتعة الاساسية في الحياة عنده كده خلاص خلاص خالد اللي هو عايزه مني خلاص بقى ما عايتش يعني ده خلاص بقى ما عايتش عايز يدو تاني ما عايتش غلوهش قوي شوف حاجة جديدة ده طبعه هتلاقي كمان في حاجة يحاول ان هو يعود جنبك الالتصاق بيك حاول ان هو على قد ما يضربه في مواصلة في كفيف ايا كان يحاول لمسك وعلى فكرة الحاجات دي كلها غالبا بتكون لا اراضية يعني هو حتى لو متمكن قوي وعايز يزبك الضور قوي عليك وسمع الحلقة بتاعت محمد ابو زيد دي اللي هو اكيد كلهم بيدوا علي وقال لك لا بقى ده انا مش هخلل على مادة انطبق علي والله هينسى ويغلط ولا اراضيان هتلاقي بيعمل حاجات دي لذلك انا بقول في عنوان الحلقة علامات في وجه او في عيون الرجل تدل ان هو عايز علاقة جنسية او ان هو بيشتهيك بس ان هو مفيش يعني المشاعر زيرو زيرو مشاعر واتمنى صديقتنا اللي كانت بتبعات لي تسمع الفيديو ده وانا احاول ابعط لها الرابط بتاعه مع ان الرسال بتيجي كتير ما بعرفش والله بنسى يعني مين اللي كان بيكلمني بس احاول ان انا ابعط لها رابط الحلقة دي ربما ان هي تساعتها وخلاص بقى الامر واضحت فانا دلوقتي عايز تقولولي رأيكم في الحلقة دي افادتكم بحب تعليقاتكم جدا ومدمن عليها ومدمن على قرائتها يعني بحبكم جدا ويبقول دايما اللي ممكن يعني بيسأل ازاي تواصل معايا الانستجرام الاول بعد كده الفيسبوك وعندنا قناتين تانين يا جماعة قناة مهمة اوي ومنزلين فيها حالة مهمة اوي عن واحدة متجوزة وبتسأل انا جوزي دايوس ولا لا عمل معا شوية مواقف كده فمحتارة الموضوع صعب ياريت في قناة اسأل معامد وعيلته تشوفوها ياريت تنضمو لها ياريت قناة مهمة اوي وفيها دروس مستفادة اوي سواب كبير اوي احنا بننقذ كل يوم حد من مشكلة كبيرة اوي بقرأنا وابنستفيد بناخد خبرات فانا مش عارف يعني اصدقائنا مكسلين اللي هم ينضموا للقناة دي فانا بدعوكم ان انتوا تنضموا لها كل الروابط دي بقى هتلاقيهم في وصف الفيديو او لو انت على الفيسبوك ينزل في التعليقات هتلاقيهم شرفني اوي او شرفيني اوي وانضم للمواقع دي انا بحبكم جدا ولو بتسألوا بنعمل لايفات فين باستمرار انا بنعمل على الانستجرام تقريبا كل ليلة لذلك بدعوكم اللي يحب ان هو يدردش معنا في الانستجرام يعني ويكون معنا في اللايف ان هو برضو ينضمنا على الانستجرام وانا بشكركم جدا جدا على المتابعة ورجاء اخير اخير ويعني شخص بيترجى من عيلته اللي يبعتلي وانا بتأخر عليه يعذرني بس لان هو لو ما كاني هيأثر والله انا عارف ان انا مأثر ومعترف بس غصبا عني رجاءا غصبا عني انا يمكن اكتر من اكتر الناس اللي بتهتم برسائل متابعينها صدقوني وبحاول ان انا يعني بس حب وثقة كبيرة اوي ودي حاجة انا فخور بيها وناس كتير اوي بتبعد بس غصبا عني انا ممكن اكلم حد يقعد يكلمني اقسم بالله ساعتين وانا من نوع اللي يعني ما يبقاش في حد بيكلمني وقدر اقول له خلاص او خلص ما بعرفش او انا هسيبك وروح لغي ما بعرفش فابا افضل معا لحد ما ما نخلص ويسأل كل اسئلته انا طبعي يعني رضيت على حد خلاص با بكون معاه للنهاية فرقاء ما تزعلوش وان شاء الله مش هتزعلو الى اللقاء اشتركوا في القناة